لا تفتأ إيران منذ عقود على استخدام كل الوسائل المتاحة للأضرار بخصومها وتحقيق مصالحها ومن بين تلك الأساليب العمليات التخريبية والاغتيالات التي نفذتها إيران لمعارضها خاصة في الخارج ومن تراهم أعدال لثورتها صحيفة ديلستار البريطانية نقلت عن ناشطين من المعارضة الإيرانية أن نظام طهران يقوم بتهيئة إرهابيين في 14 معسكرا داخل إيران حتى يكونوا على أهبة الاستعداد لمهاجمة أهداف غربية ويأتي الكشف عن هذا المخطط الإيراني فيما يتصاعد التوتر بين إيران وعدة دول غربية منها الولايات المتحدة بسبب أزمة الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن في شهر أيار من العام 2018 وعادت فرض العقوبات الاقتصادية عليها منظمة مجاهدي خلق المعارضة كشفت عن خريطة المعسكرات داخل إيران إذ يخشى الخبراء أن يجري استغلال هذه المعسكرات في تنفيذ اعتداءات في قلب الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية المتحدث باسم المنظمة المعارضة شاهين قوبادي أكد أن مقر هذه القوات يقع في قاعدة تقع شمالي العاصمة طهران مشيرا إلى أن هذه القاعدة العسكرية عبارة عن موقع تصل مساحته إلى عشرة هكتارات ويخضع لإشراف مباشر من الحرس الثوري الإيراني الذي أدرجته واشنطن في شهر نيسان الماضي على قائمة المنظمات الإرهابية في خطوة تهدف إلى الضغط على إيران للعدول عن سياساتها وسلوكها الحالي المعارضة الإيرانية قامت بتتبع ما يعرف بمديرية تدريب قوة القدس أو ما يطلق عليه في الاتصالات الإيرانية الداخلية الوحدة 12 ألف وبحسب المعلومات التي جرى الكشف عنها فإن ثمانية من هذه المعسكرات تقع في العاصمة طهران إلى جانب قاعدة في جزيرة قشم على مقربة من مضيق هرمز ورجحت الصحيفة البريطانية أن هؤلاء الإيرانيين قد يكونون مسؤولين عن الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت عددا من ناقلات النفط في مضيق هرمز ما ساهم بتصعيد التوتر بين إيران والدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة توق unexpectedly في الآونة الأخيرة